التقى كبير المشرعين الصينيين جولا جي في بيجين مع رئيس اتحاد برلماني الصداقة اليابانية الصينية توشي هورو نيكاي وأكد جاوة أن الوثائق السياسية الرئيسية الأربع بين الصين واليابان تشكل أساس علاقتهما وذكر أن السلام والصداقة والتعاون هي المسارات الصحيحة الوحيدة لكل البلدين كما أعرب جاوة عن استعداد الصين للعمل مع اليابان لبناء الثقة وتعميق التعاون وإدارة الخلافات بشكل صحيح وضمان التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية وأشر جاوة أن الصين واليابان لديهما مصالح اقتصادية وسلاسل توريد متكاملة بعمق وهناك فرص كبيرة للتعاون ورحب بزيادة التبادلات بين المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والبرلمان الياباني داعينا المشرعين اليابانيين وغيرهم لزيارة الصين لاكتساب فهم أكثر شمولا لها ورد تشيهور نيكاهاي بالتأكيد على أهمية تعزيز علاقات أوثقة بين شعب البلدين وأعرب عن التزام التحاد برلماني الصداقة اليابانية الصينية بالمساهمة في التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية اليابانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر